اشتركوا في القناة ارتفل نادي ريكاريتيفو بالذكرى الثامنة والعشرين بعد المئة لتأسيسه في كانون الأول الماضي لكنه مثقل بديون كثيرة اذ بلغت ديون ريكاريتيفو الذي ينشط في دور الدرجة الثالثة الإسباني نحو ثمانية ملايين يورو وتم سداد هذه الديون ضمن عملية البيع إلى شركة يورو ساموب يذكر أن عميد الأندية الإسبانية استطاع التأهل إلى دور الدرجة الأولى الإسباني لليجا في حزيران من عام 2006 لكنه عاد وتراجع إلى الدرجات الأدنى ليستقر حاليا في الدرجة الثالثة ترجمة نانسي قنقر